دكتور عزة يعني ايه كلمة وطن؟ وطن كلمة كبيرة يعني انتماء يعني أداء يعني إخلاص يعني إحساس بالمسئولية أنا بحس أن أهم كلمة فيهم هو الإحساس بالمسئولية ناحية البلد اللي إنت تولدت فيها بس أنا بحس إحساسي بالمسئولية ناحية أget ولد هاي بلد هو الحقيقة عالمتني أن الواحد لازم يبقى كل مسؤول في أي تصرف في أي أداء المسئولية هو متكاملة ما بتختلفش من مكان لاخر لان ده بيدي المكان الاخر الامج بتاع الدول انت جاي منها يعني البناء ادم اللي هو دايما بيحترم نفسه في اي مكان بيدي امج على ان هو اصله طيب بس يعني بسيمبل ديفنيشن السيمبليسيتي والانتماء باول الانسان دكتور عزة ايه اللي انت بتشوفيه هنا نفسك تشوفيه في مصر انا بشوف حاجات كتيرة في مصر ايجابية لان انا بتعامل مع كل المستويات وحتى يعني اغلب المستويات في مصر بحسها انها الناس كويسة قوي لكن ناقصنا حاجات كتيرة ان احنا نحافظ على مصر اقدر نحافظ عليها في الشارع في الكورس اللي في الشارع في التليفون اللي في الشارع احافظ بقوة ده انا اللي دفعت منه الملكية الخاصة الاحساس بالاونرشيب دي مهمة جدا في مصر لكن مصر فيها ايجابيات كتيرة وبس عايزة يعني نشاط اقوى وتركيز اكتر من المسؤولين وان احنا وبناء المؤسساته وفي حتة بقى بحبها قوي ان كان بيعملها احد الوزراء بس دلوقت مش مركز على الاندسترالزون المناطق الصناعية دي مهمة جدا ان احنا نركز عليها لان دي مناطق للتصدير بس رئيس الدولة عمل مجود كبير ان هو يركز على المواني زي بورسعيد والاسماعيلية وطبع السويس فخلينا ننشط المواني الصناعية والتصدير يعني ده اقتصاد مصر فاقتصاد مصر كويس التعليم هيتحسن والتعليم دي برضو بحط عليها سترس جامد يا جماعة خفضوا المقررات خمسين في المية من الكورسز الموجودة في الكتب من ابتداء لغاية كتير كتير على الطلب خمسين في المية ليه التاريخ ما يبقاش عالشين تلاتين ورقة الحاجات المهمة الليه الجغرافية كل خرايد هي خريطة العالم بنتعلم الاماكن وخلاص يعني ركزوا بقى خلوا الفكرة العالمية والنظرة المتكملة هي الهدف بتاعنا خففوا من الحفظ خففوا من الكتب الرياضة دي عندنا يعني مهمة العربي يخففوه شوي يعني انا كنت متأتم العربي بصراحة في الجرامر العربي الجرامر قواعد العربية كانت صعبة القصة اللي كانت بتدهنة في السنوية العامة كانت صعبة يعني ليه؟ ومعلقات مشاعر الجهلي اه وليه كل ده ليه كل ده؟ ما نخلي الولاد دي يختاروا يعني خليها الاختيارات الجامعة انا عايزة اه ابص على الحضارة القديمة اركز عليها ابص على الحضارة خلينا نفكر في الحاجات اللي هي تخلي الناس كرياتب وعندها امل وعندها هوب وعندها جود هلس وكلام ده كله فيما غير وكل ما اشوف تعديل التعليم الى ايه مش لسه متميز في مصر احب واخد بال حضرتك يعني اه انا حتى كنت باشوف والدي كان الرجل قانون واد ايه هو هو القدوة بتاعت حياتي كلها ولدي والدتي لأنهما حلم حياتي ان انا عايزة بقى زيهم التزام في كل في الاخلقيات يعني بواب العمرة لازم احنا نساعده علشان هو ما عندهوش امكانيات عشان ولاده لازم يخشوا يتعلموا ويبقوا كويسين زينا فعرف بدأنا اه بالموصل العليا اللي هما زرعونا فيها اه هي اللي بحاول انا نفسي اه في حياتي اه اتباحها نهتم بالناس اللي هي محتاجة لمساعدة قوي علشان احنا نكبر قوي لو لو اهملت الجارك اللي هو اه اه بواب عمرتك او اللي بيجي ساعدك في ضدفة البيت يبقى انت اهملت السيستم كله احنا احنا بنشكر حضرتك جدا على اللقاء الممتع ده وبنشكرك على وقتك اللي منحتهنة. الله يخليك. معلش احنا ضيعنا يومي كالنهاردة. لا 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 اشرفت بيكم بفرصة صعيدة جدا. وانا كلمت حاجات اه كان نفسي اتكلمها من زمان. اه. وان شاء الله اكون قلت حاجة. قولي بقى ايو 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 طلع علي جواك. اقولوا حاجة مفيدة اهتموا بالتعليم. متعليم الولاد الصغيرين. خليه بس خطري. ده اللي بحبه. لنفسي يحصل تفرة في التعليم. البساطة والاداء المتميز والرياضة وركوب الخيل. ان شاء الله. زي الرسول عليه السلام. شوكو اندك يا عزيزي.